تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطنية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71 مليون ونصف المليون جنيه كما تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري وما يعادل 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56 مليون ونصف المليون جنيه